اهلا بكم في درس جديد من سلسلة شرح نظام الماجند فيلد على اجهزة توتالستيشن ان شاء الله السلام عليكم لأخبار معكم باسم سعيد والنهاردة هنتكلم او هنكمل بقى السلسلة بازن الرحمن بتاعت شرح توتالستيشن اف اكس ومنجر ما نطول عليكم يلا بنبدأ لكن قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس اشارات لكل اول عشان يوصل لك كل الفيديوهات الجديدة شارك الفيديو مع زميلك عشان نوصل لأكبر عدد ممكن ان شاء الله ونفيده كل استفاد بازن الاخران يلا اهلا بكم في الدرس الرابع من سلسلة شرح نظام الماجند فيلد والدرس ده بازن الرحمن هنتكلم فيه عن قائمة ايدت لكن قبل ما نبدأ زي ما قلنا لايك شير يلا لو عندك سؤال سيبه في كومنت وندخل ايدت على طول دلوقتي دخلنا على قائمة ايدت اللي هي قائمة التعديل تعديل شبه قائمة توبو في اجهزة الدوس توبو او فيو اي ان كان يعني الجهاز اللي معك هاول حاجة بتمكن تتعدل على النقط ممكن تتعدل على كواد ممكن تتعدل على طبقات ممكن تتعدل على اللي هو شبه البولي لاين وانده شجال بطوله فبيوسر خطوط مرة واحدة شبه ما نعرف من الماب ان شاء الله وعندنا او المساحات وعندنا هنا آآ كمان والبيانات الخام والمخلافية اللي محطوطة على الماب يعني والسيرفز والرود والريبورتز حتى لو عايز تعدلها طب ندخل في البوينت هنا يعني انت اللي هتحتاجه في كل الكلام ده في الاجلاب البوينت تمام ايه اللي موجود عندي هنا ممكن حضرتك تعدل على اي نقطة تاخد اي نقطة كده تمام ياما تعمل دليت ياما تعمل ايدت عليها آآ ياما قد تضيف نقطة جديدة ياما فايند تدور شبه السيرش كده او البحث باي رينج باي كود ايان كان فخلاص ممكن حركت مسلا انا يا سيدي عايز آآ ايدت على النقطة دي دخلت عليه اهآ بيقول لي نوع النقطة طبعا هو اجيب لي السيمبل هنا او الرمز ركز في البوينت هتلاقي جنب بها نقطة تماما? اهآ في البوينت هتلاقي جنب بها نقطة اهي طيب والرقم النقطة كذلك الحال خمسة وطبعا اللي عليها ولو هي معها صورة بس الكلام ده في نظام ماجنة التاني عشان معا كاميرا مفروض هي بتكونش مفعالة في الفترة الحالية الا فاجزة معينة. فآآ حضرتك هتيجي هنا تعدل اهليسات لو عايز تعدل على المنسوب تعدل على الكود تمام وتعملها تعمل صح هنا. الله وصلنا على رجع. طب انا جات في ادماجها حط نقطة يدوي. اد. طيب الاد بتاعت اهو رقم النقطة حطه وحط احداثيات النقطة بتاعت اخدها كده وادخلها من الكيبورد اللي انا عايزة او ما هنا فيش مشكلة. طب ايه تاني. هنا في اه الاعدادات او العرض ده تدوس عليها. عاجب لك بقى بتاعك النوع الاحداثيات اللي موجودة اللي معارضة قدامك ولا ده بجي اس لات ولونج وكده انت في الاقرب هتخلي في دوتا الستيشن جريد. والا عايزة تتعامل ايان كانة. فخلص سيبها زي ما هي. اه 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 طبعا النورس اتجاه الشمال. انا سايبه النورس مش حاجة تانية. والا يعني الحراف داير ونحراف ربع داير الكلام ده كله يعني ايه بنقوله بس كده عشان تبقى فاهم الامور. طبعا او مكان السنتر لاين. حسب بقى اللي انت عايزه كاستم فانا بسيبه زي ما هو على طوله هو حسب وعمل له كالكوليت فيش مشكلة. طيب ايه تاني ممكن امسح نقطة. ممكن اعمل هنا لنقطة. فاهم ده انا عايزة يقول لي دليت بوينت فايف اقوله ايا كان عايزة. طب ارجع واحدة. والكودز ممكن اعدل فيها اه ممكن تعدل فيها. ممكن اه تقاد كود هنا جوه في القايمة الاكواد. ممكن ادت على كود. لان الاكواد زي ما احنا قلنا بكده. النقطة هم ساحة وخطو. دي ميزة هتشوفها في الجهاز هنا. او في نظام المجنة فلدو. عموما ان انت توصل وانت شجال مش هترجع تحتاج للكروكي زي ما كنا قلين في اجهزة الدوس. انت احتاج كروكي توس ترسم. لأنا هنا بتوصل وانت واقف في الموقع. خلاص. وطول الجهاز توصل. طيب. عندك اكواد جنبها نقطة حمر. دي اكواد النقاط. طيب عندك اكواد فيها خطوط. طيب يبقى دي ما ليه علاقة بايه? ليه علاقة بالخطوط. الاسوار الظاهرات اللي تمتد على خط. مصر خطي. شبه كده صور. تمام? وعندك حاجة او اكواد جنبها مساحة. شايف دي كده مساحات. يعني دي بول. يعني حمام سباح وهاخده اريا مساحة. تمام? فانا على حسب الظاهرة بارفع باختار الكود اللي انا اهو اكاريت كود جديد خالص. واقول له ان الكود ده بيعبر عني اما نقطة اما خط اما مساحة. ولانا عايزة طبعا اه اه ده اه ادت على الاكواد طبعا الاتبيوتس هنا لدي الاتا سيت. دي السيت دي. عفوا الان الوينت سيت. او شبه الوينت جروب اللي احنا كنا اتكلمنا عليه في فيديو فات. اه لا مش دلوقتي. مش هو اه دلوقتي. هنتكلم عليه في الرفع ان شاء الله. يبقى نرجع هنا. الطبقات اللي عندك. الطبقات بتاعت حضرتك. اللي موجود. ماشي. دي كل الطبقات اللي احنا حطنا في الجوب ده. كان جوب رافع كده. ماشي. طيب هنا ممكن اطف في اللير. زي ما انا عملت دلوقتي. ممكن اشغل. ماشي. تمام. كويس ايه تاني? ان انا اتنقل ما بينه. قاسو. ماشي. ايه دي تعال لير نفسها? سواء الاسم وسواء اللون. انا ممكن اختار اللون تاني على فكرة. انا اجيك انا اختار اللون تاني للليير دي. خلاص انا مش عايز اعمل كل الكلام ده. وده زي ما احنا قلنا مفيد لتنظيم الشغل بتاعك. جدا. اه او الخط اه شبه البولي لاين زي ما احنا قلنا بك. انا عندي كم في الرافع ده كتير. يعني مسلا هنا وهنا وهنا. انا مسلا اختار ده. ممكن نعدل عليه. طبعا ممكن نجوين. نعمله اا نجوين مع تاني تاني. نعم يخليهم الاتنين يبقوا ندمجهم مع بعض. تمام. ايه تاني ممكن تمسح حاجة. ممكن اد اا من خلال نقط او سلكشن من على الماب او الليست يعني بشكل يدو معني او اللي. اماش اريس. طبعا مفيد طرق زي ما قولك كل حاجة. انا عندي هنا خمس او اربع اا مساحات. شوف المساحة طبعا بيعملك بريفيو هنا عليها على الماب جزء صغير وجزء كبير. لو عايز تعمل اده عايز تعمل ايدت عايز تعمل دليت كذلك الحال. البوينت لست احنا قلنا جروبس احنا عندي هنا واحدة كنت مسميها اللي هو ده اعمل ده جروب من النقاط عايز بقى اصدره عاملو جروب ليه هتقول لي عاملو جروب ليه باسم عشان ممكن اصدره لوحده. ممكن اتعامل عليك واحدة واحدة وانقله احطه في حتة اعمل له ايا كان. فيبقى لوحده محدود على جنب ايه هو ليه اهمية خاصة ايه. روداتة او الملفات الخام. هدخل عليه هنا هو. كل بقى حاجة. كل رصدة وزاوية ومسافة كل حاجة انت عملتها عشان كده تلاقيها ضخمة جدا زي ما انت شايف. بص نرجع. هتلاقيها ضخمة جدا يعني. بيانات كتير. طيب فيها ايه برضو برضو فايند. فيه لو النقطة فاكر. اجلسة دوس. اللي هو انا عايز انزل تحت. ويدت لو انا عايز اعدل على النقطة. تمام? هتقول لي العلامات دي. دي علامات نقطة مرفوعة. آآ وفي عندك. آآ علامات سواء كانت مرفوعة نام بريزم او ببريزم. وفيه علامات النقاط اصلا موجودة. طبعا انا مش تضالع لان الرمز دي كتير. انت عايز اي حاجة على فكرة. ممكن تدوس من الام دي. تمام? آآ وتشوف الهلب. بس دي ما عرفش مفاعلة على كل اجهزة ولا صراحة يعني. بس بشكل عام هتفيدك جدا لو انت جاوي موضوع الاراية يعني. داتا هتنزل تحت. فيه كل اللي عندك اللي انت محتاج. وانا يمكن برجع كده في معظم الاجهزة دي. عشان آآ يعني اتعمق شوية في كل بيعمل ايه? كل حاجة ووظفته. لما عرفوش طبعا مفيش حد اهارف كل حاجة. فانت لما تعرفوش على طول تبص على اللي انت محتاجه هنا. ومجرد ما تعرفو خلاص الموضوع تماما تعمل آآ وترجع للنقطة او ترجع للقايمة اللي انت كنت فيها. ماشي. يعمل كده. آآ عندنا هنا او خلفية الماب. يعني لو انا عندي صورة مرجعة. صورة مرجعة. ممكن اعمل هنا. واسه داي. يعني صورة ملف كاد ايا كان. وآآ ابدأ اجيبها من هنا وهو. طيب يا سيدي. لو صورة تبيقى عفوا. دي لو صورة التانية لو رسمة. آآ هعمل وابدأ اجيبها من جوه الملف هنا وتبقى وراء الشغل اللي انا شغال به. بحيث مسلا انت عايز تخلي فيه بالنسبة لك وانت شغال تبقى فهم انت فين بالزبط اه مفيش مشكلة. ماشي. ايه تاني? لو انت عايز تعدل على الاسطح. انا عندي هنا اربع سطوح او اربع اسطح. لو عايز اعدل عليه دليت اعمل على السطح. هيقول لي والله ال آآ بيانات بتاعته. اللي انت شايفها قدامك دي. او الحد للشمال الادنى او تنقطة في ناحية الشمال كزا. طبعا هنا الارقام ما تلاقيه بالسنتيات لانه كان الرفع صغير جدا دايق يعني كنت شبه شي باي تدريب يعني. ببفوط بقى لامطار على فكرة يعني. اه وماين نفس الحكاية. الحدود بتاعت السطح بتاعتك. يعني الامتداد بتاعه في الشمال وامتداد بتاعه في الشرق على التجاه الشرق يعني شمال شمال جنوب وشارق وغرب. ونفس الحكاية فوق وتحت. طيب بتاعه الاسم الليير اللي عليها لو عايز تغيرها تعمل اي شي انت محتاجه مفيش مشكلة. تمام يا سيدي. ايه تاني اه او الطريق. عايز بقى اتعدل الطرق نفسها. عايز تعدل منحانات افقية رأسية ايا كان كلام ده كله. مش بين كاريته من هنا. اه وانا مش هشرحه من هنا لسبب ان هو مش معقد ليه معايير كتير. اخليك تستدعي الطريق بازن الرحمن او تكاري الطريق وانت هنا من جير ما هدخل في كل الموضوع ده. تمام? دي مجرد تعديلات بس. ماشي يا سيدي او آآ التقارير لو انت عايز تقارير موقع وانت شجال دلوقتي حد طلب منك طب انت نفست ادي ايه عملت ادي ايه هدخل على الماب وعمل له وعلى طول هيكاريت وقام حافظ الملف ده موجود وقام جايب اعته له فيش مشكلة. وبكده ان شاء الله الرحمن وكونوا خلصنا قائمة اللي هي دي. ونشوفكم ان شاء الله الرحمن في درس جديد. وبكده خلصنا درس جديد من سلسلة شرح نزام الماجند فلد. نشوفكم ان شاء الله الرحمن في درس جديد بازن الله او درس تاني. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان الاهل انت استغفرك وانتوب اليك. سلامة. اشتركوا في القناة